اكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة ان خطة الاجلاء للمواطنين المتواجدين في ايران التي تقوم بها وزارة الصحة قد بدأت يوم امس باجلاء اول دفعة على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة وفق اجراءات محكمة طبيا ومؤتمدة دوليا قد اكدت نتائج الفحوصات المختبرية للمواطنين البالغ عددهم 165 بالدفعة الاولى وجود 77 حالة قائمة تم نقلها لمراكز العزل والعلاج وسلامة 88 حالة منها تم نقلها لاحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي وبناء على تقييم نتائج المرحلة الاولى من عملية اجلاء المواطنين المتواجدين في ايران وفي ضوء النسبة العالية للحالات القائمة التي بيانتها الفحوصات المختبرية لدفعة الاولى من انتشار الفيروس بين العائدين من ايران على متن طائرة الدفعة الاولى يوم امس ستقوم وزارة الصحة بتفعيل اجراءات احترازية محكمة اضافية ضمن خطة الاجلاء وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين المتواجدين في ايران وعائلاتهم وكذلك صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وستكون جدولة الاجلاء مبينة بل مبنية على اجراءات احترازية تضمن الصحة العامة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وبحسب طاقة الاستيعابية للفحص والحجر والعزل والعلاج